أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تنصيقا كاملا بين الوزرات والجهات المعنية بما يحقق تكبير احتياجات القطاع الطبي من خلال أليات الشراء الموحد وخلال اجتماع نعقده لبحث إجراءات تيسير استيراد الأدوية والمستلزمة الطبية اللازمة لفت مدبولي إلى أهمية الإسراء في توفير تلك الاحتياجات لتدبير متطلبات هذا القطاع الحيوية كذلك تطرق الاجتماع لاستعراض الخطوات الجارية في إطار التعامل مع المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية إلى جانب الإجراءات الخاصة بتنظيم إصدار الاعتماد للاستيراد من الخارج وأهمية دور البنك المركزي في هذا الصدد أشهد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالمجهود المبذول في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس حيث جرى استعراض تقرير اللجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2022 و2023 انتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير اللجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022 و2023